السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيني العزاء اليوم في هذه الحلقة سأعمل معكم سناك سأعمل معكم كراكرز الحل في الوصفة هذه إنكم تقدروا تعملوها بتشكيلات متنوعة وتأكلوها في أي وقت ومكان وزمان تعالوا نشوف الوصفة والمقادير المقدار الأساسي عندنا بذور الكتان وبذور الشيع عندنا الملح والموية الدافية بعد كده عندنا اشياء اضافية زي السمسم والزعتر زيت الزيتون وأي بهار انتو تحبوه في زيبدية رح نضيف جميع المقادير مع بعض وذور الكتان وبذور الشيع والبهارات اللي انتو اخترتوها وزيت الزيتون نقلب جميع المقادير مع بعض بس لنتأكد إنو الطعم تبع البهارات متجانس هنضيف الموية الدافية اللي هنستخدمها للعجن ونقلب حتى نحصل على عجينة متماسكة بعدين في صينية مستطيلة مبطلة بزبدة باستخدام السباتيلا هنفرد العجينة بحيث إنو ما يكون فيه جزء غير مضغطي من الصينية بالعجينة قبل ندخل الصينية الفرن نقطعها بأي أداة تشكيل ندخل الصينية الفرن وبمجرد ما تتحمر نخرجها من الفرن تقدر تستمتع بالكراكر مع أي نوع من الأشبار قبل نقطعها قبل نقطعها بكراك يا باي